تطبيق سريتز من شركة ميتا الأمريكية يحقق أكثر من 30 مليون مشترك ويتحدى تويتر حقق تطبيق سريتز الجديد الذي أطلقته شركة ميتا نجاحا كبيرا حيث تجاوز عدد مشتركيه 30 مليون مشترك في غضون 18 ساعة من إطلاقه وهو يشكل تحدي حقيقي لتطبيق تويتر الذي يملكه إيلون ماسك يستغل تطبيق سريتز قدرته على الوصول إلى مليارات مستخدمي إنستجرام ومظهره المشابه لتويتر ليكون منافسا قويا حققت تطبيق شهرة كبيرة وصعد إلى قمة قائمة التطبيقات المجانية في متجر أب ستور التابع لشركة أبل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إطلاق هذا التطبيق يأتي بعد تبادل الانتقادات بين مؤسس شركة ميتا مارك زيكروبانك وإيلون ماسك على مدى الأشهر السابقة حيث أعرب كلاهما عن استعداده لخوض نزال حقيقي في مجال الرياضات القتالية في لاس فيغا جاسمين إنبيرك كبيرة المحللين في انسايدر انتليجنس إلى أن زيكروبانك قد أطلق لك ما قويا في هذا النزال بتطبيق سريتس وهو بالضبط ما كان متوقعا من شركة ميتا حيث يتمتع التطبيق بتنفيذ استثنائي وواجهة مستخدمة سهلة التصفح وأفاد التقارير أن أحد محامي تويتر قد وجه رسالة إلى زيكروبانك يهدد فيها بمقاضات شركة ميتا بسبب تطبيق سريتس يعد هذا التطبيق إضافة قوية لساحة المنافسة بعد استحواز إيلون ماسك على تويتر بصفقة قيمتها 44 مليون دولار في العام الماضي ومنذ ذلك الحين اتخذ ماسك سلسلة من القرارات التخبطية التي تسببت في تراجع عدد من المستخدمين والمعلنين عن المنصة بما في ذلك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها يوميا يعتقد الخبراء أن هذا التراجع في أداء تويتر يفتح المجال المنافسة من شركة مثل ميتا التي تمتلك موارد مالية مضخمة ولا سيما مع امتلاكها مليارات المستخدمين على منصة انستجرام وقدرتها الإعلانية أكد نيكيلا سمير أستاذ التسويق في جامعة تشابمان أن إطلاق سريتز من ميتا يأتي في وقت مناسب ليمنحها فرصة منافسة تويتر وتحديه وأشار إلى الفوضى التي تعاني منها تويتر بعد تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها يوميا وأضاف أن سريتز سيحقق بداية قوية في عالم السوشال ميديا شكرا لمتابعتكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس دمتم بخير